خلينا كده ناخد جزئية من الاستقامة فكرة الأمانة الأمانة هنا هو هل قلب المستقيم بيكون أمين في كل حاجة أمين في حياته العملية أمين في حياته الروحية أمين في شغله وفي بيته وفي كله ولا الأمانة ممكن تتجزأ لا طبعا الاستقامة الوش التاني بتاعها على طول الأمانة بس الإنسان اللي أمين مع نفسه يقدر يكون أمين مع الكل الغنو الأمين مع نفسه هيمثل الأمانة مع الآخرين أنا في بيتي مع نفسي بصلي ما بصليش أقفل قطي وبصلي ما بصليش ما جيش بره وروح الكنيس وعمل فيها بقى اللي بيصلي والأخر والمؤمن الطقي مع الناس ومع نفسي في البيت ما بصليش دانيال لأنه عايش حياة الاستقامة تقال عنه إيه بقى لم يجدوا علا جهة دانيال إلا من جهة شريعة إله حاولوا ينكوشوا وراه ويدوروا على غلطة ولا حاجة ما سهوه ملقيوش كان إنسان مستقيم قدام الكل مع الملك ومع الولاي ومع الصغير إلا من جهة شريعة إنه هو بيعبد الله وبعدين لما قاله محدش يعمل كذا كذا ومحدش يطلب غير من الملك راح بيته والكده وسعد إلى العلية وفتح القوة وصل ثلاث مرات في اليوم زي ما بيصلي كعادته مهم مش حاجة فالإنسان المستقيم هيبقى مستقيم وأمين مع نفسه قبل ما يبقى أمين مع الآخرين أمين مع ربنا قبل ما يبقى أمين مع الآخرين وبالتالي هيبقى أمين مع الآخرين لكن لو حب يعمل أمين مع الناس ومع نفسه لأ هيبقى كامل من الرياء فضيع زي ما عملوا الفريسين لو هيتكشف وزي ما الفرسين عملوا لو ادت بس يخدعهم شوية مش يخدعهم طول ما لما انتم بتحملوا الناس أحمل عسر ولا تحركون أحد صابعكم يعني انتم عاملين فيها أطقياء وبتقالوا عن الناس وانتم بتعملوش كده انتم مع نفسكم رحرحين يعني هم وسح على نفسه ويضيقها على الآخر من يعوق طرقه يعرف هتكشف هتكشف